اكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة من علاقات متينة وشراكة استراتيجية فاعلة أسهمت في وصول التعاون الثنائي إلى مستويات متميزة مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة الدفع بها نحو مستويات أكثر تكاملا بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند وذلك بمناسبة تعينه سفيرا لبلاده لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بسعادة السفير متمنين له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية لافتا سموه إلى الحرص على مواصلة البناء على ما تحقق في مسارات التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات والشراكة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين منوها سموه بسامات الجالية الهندية ودورها في رفض مسارات التنمية في المملكة من جانبه أعرب سعادة السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي والعهد الرئيسي مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام ومتابعة لتعزيز أواصل العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند وتمني لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والنماء